أكشاك بيع الجرائد في بيروت كانت جزءاً لا يتجزأ من أرصفة منطقة الحمرة وتاريخها لكن الأزمة المالية الخانقة وعصر التواصل الاجتماعي بعثراء أوراق الصحف واحدة تلو الأخرى كان آخرها صحيفة المستقبل التي أصدرت آخر عدد وراقي لها بعد عشرين عاماً من انطلاقتها فاستبدلت الأكشاك الصحف بالبضائع في مشهد يعكس عمق الأزمة دعم المادي السياسي والمورد الثاني للإيرادات كانت تجي من قطاع الإعلانات اليوم أنت تعرف أنه قطاع الإعلانات كثير صعب الشركات في لبنان تقفل وتفلس الوضع الاقتصادي يتراجع وبالتالي أمام تراجع هذه العاملين أو الرافدين للصحف اللبنانية بدأنا نشهد عمليات إقفال الصحف أيام بلا يليها أمضاها أبو جميل في هذا الشارع أربعون عاماً واكب خلالها عصر الصحاف الذهبي في لبنان يمتلك واحداً من تسعة أكشاك تتناثر هنا لكنه قرر قبل ثلاثة أعوام تأجير كشك الجرائد لشاب غير ملامحه كان نبيع مية وخمسين نهار كان نبيع مية سفير كان نبيع خمسة وعشرين أو ثلاثين أريان يعني هون في هون مشي ميتين وميتين وخمسين ألف ليرة بالنهار كانت ينقض الوحل يشوف غريب يشوف سواح يشوف مختلفين يشوف خليجية بقى نسأل أما هلا على الهواتف النقالة يفضل الجيل الجديد متابعة أخبار العالم دغري بيفتح على التليفون وبيعرى أرتيكل بيعرى يبدو إيه هلأ السوشال ميديا يخدع دور كله عن الجريدي كل هذا بشكل عام عدد الصحف اللبنانية المتبقية اليوم يقتصر على ست جرائد بعضها يعاني من شح مالي وبعضها الآخر يسير على خطى السفير والأنوار والمستقبل تبت المستقبل صفحة ماضيها الورقي لتنضم إلى أسلاب المغردين على المواكع الإلكترونية وسط أزمات اقتصادية تعصف بالصحف الورقية في لبنان من بيروت غنويتين العربية